على فكرة الست فعلا مفتاح مفتاح حياتها مشاعرها الاحتواء يعني تلت تربع الست اللي بتطلق الستات اللي بتطلق بتطلق بسبب عدم الاهتمام عدم الاحتواء مفيش كلمة حلوة بتتقال مفيش مثلا مناسبة بمعد ميلادها اتجوازها تلاقي الراجل ده كده عامل لها مفاجأة بيفرح قلبها بحاجة يعني معظم الطلاق مش عشان الفلوس عشان الحب والمشاعر ان ما بقاش الناس بتدي المشاعر اللي المفروض تديها يعني ليه الرجالة بقت بخيلها كده في المشاعر يا شريف بصي بصي هو بخل المشاعر ما هوش شيء مكتسب ده المفروض انه هو شيء في تكوين البني ادم يعني لو في بني ادم في طبيعته البخل هيبقى عنده الازمة دي بس ان الست طول الوقت بتشيل واليومين دول زي ما انت بتتكلمي بقت كمان قادرة ماديا اه بتشيل بزيادة بتشيل بزيادة فده بقى بيد انطباع للراجل ان طب خلص يعني مخلع ايدي واحدة واحدة يعني بلاش اتعب نفسي قوي لان هي ما قالتش ان هي منهكة على الاخر ما هو لما الست بتبقى عايزة تشيل بزيادة ده جدعانة منها وهو بيبدأ يتعامل معها بشكل روتيني يعني يبدأ يتعامل على ان هي حق مكتسب او خلاص هي بقت امر واقع في حياته ووجودها في الحياة ما بقاش هو وجود الزوجة الحبيبة البنت اللي اتجاوزها في يوم الايام عن علاقة عزيزة فيها حب ومشاعر بتتحول لانها واحدة من افراد الاسرة فطبعا مية في المية ده هي نعاكس عليها جايز وما بقولش ان مليون في المية ان الست مدنة بس جايز بسبب المسئوليات والحركة في الدنيا الناس تتلهي تنسى شوية بسبب مسئولياتها ان هم يهتموا بحياتهم الخاصة والله ما فيش كامده يا شريف انا بحس ان الست مظلومة قوي طب هي خلفت انا خلفتلك دلوقتي عيلين ثلاثة خلاص احنا متجاوزين اهو وانا اللي خلفته وردعته وبكبر وانا اللي شايلة الهم اللي اكبر ففجأة اللي هو انا رايح لصحابي انا مسافر مع صحابي اصل البيت واش اصل العيال بتزن طب انا انا ست زن بايه طب ما انا سيب لك العيال وامشي وارروح اخرج مع صحابي واشتغل وعيش حياتي رب انت بقى كراجل شوف المسئولية بقى شكلها ايه وشوف انتوا هتشيلوا هم عامل ازاي ما سمعش ده بقى هو ما سمعش ده هو افترض هي طول الوقت بتشتغل وبتعمل كل ما انت بتقولي عليه وما بتشتكيش فهو ما سمعش بودنه شايف بعانيه كما لو كان سيستم شغال لكن بودنه ما سمعش شكوى ان هي الوحدة ولو اشتكت تبقى نيكادية لو اشتكت هتبقى نيكادية علشان كده في الحقيقة يعني انا شايف المزام من اوله انها ما تشيلش لوحدها يعني هي شايلة ومجهودها على الراس بس في الحقيقة هو وجوده بيتحقق بانه يبقى ايده في ايدها لكن وانس ان هو بقى ايده بتخلع واحدة واحدة وهي امرأة بدا من الاول يبقى احنا رايحين للطريق بتاعنا رايحين للطريق الطلاق لان شوية شوية هيبقى فيه العزلة هيبقى فيه الخرس الزوجي هيبقى فيه الرغبة في ان احنا نجدد حياتنا في حتة غلط هيبقى فيه كل شيء يبقى احنا هتبقى كل حاجة بقى